مجددا أهلا بكم بالأخبار الرياضية تراجعت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكواتي لكرة القدم عن قرارها بتسجيل لاعب الجهراء المشطوب حمود ملفي بكشوفات النادي العربي بعد تقديم نادي الجهراء الإثباتات ما يضمن صحة إعادة قيد اللاعب في نادي الجهراء عقب جلسة الصلح ورفع عقوبة الإيقاف الموقعة على اللاعب وكان النادي العربي قد تمكن من خطف لاعب الجهراء حمود ملفي وتسجيله في كشوفاته لدى الاتحاد الكويتي لكرة القدم وإصدار بطاقة له مستغلا قرار الاتحاد بالعفو عن اللاعبين المشطوبين وعدم قيد الجهراء لللاعبين المشطوبين انضباطيا بسبب الاعتداء على الحكم فهد السيل في مباراة فريقي الجهراء وخيطان قبل موسمين